السلام عليكم وحتى الله وبركاته. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ ريبيجين جديد كده مرجع جديدة مع بعض في برنامج الورد والبوربوينت والأكسز. آآ قبل ما ادخل عليها في كم نقطة كده هنشرحها في ريكسل نقطة بسيطة للناس يعني هنبارح اخدنا المعادلات في الإكسل. اخدنا معادلات كتيرة. يعني كده نجرب دلوقتي نكتب مثلا اي رقم في الخلية جديد. وعاز اغير ال data type او نوع البيانات بتاعت الخلية اغير نوع البيانات ازاي. لو اتبع number group number في قائمة هوم في قائمة هوم في حسمه number. اول ما تضغط على المسطيل دي ادي ازاهر معاك انواع بيانات. اختار انت دفتار اهو. short date وال long date والcurrency. time. the percentage. number. counting. scientific. لو جيناك كتبنا وسعنا اي رقم تليفون. قلت له enter. السفر في الاول اتشال ليه علشان نوع البيانات general وليس. ازاي خلي السفر ظاهر ان انا خلي نوع البيانات text. اهو text. اروح اكتب الرقم. اقول له enter اهو. السفر فضل زي ما هو. السفر فضل زي ما هو. كل ده عشان خليت نوع البيانات text. وكنا اخدنا المعادلات بعمل يساوي بكتب اسم المعادلة. وافتح القوس. واكتب شروط المعادلة واقف القوس. طب في طريقة انا جيب بها المعادلات اه. ايه هي? ال اف اكس. واروح اكتب في المستطيل للفوج المعادلة اللي انا عايز اروحها. يعني مسلا تصم. اف. وقول له go. ادي قال لك هو سم اف وقول له اوكي. هبتدأ اكتب بقاش سروط بتاع المعادل. اشتركوا في القناة بالشكلة دي. فبازهره من فين? اول حاجة افتح اي قائمة عندي. ولازم اسبت السهمة دي. هدوس عليه واختارها اسمها يعني دائما اظهر لي شريط الادوات. دائما اظهر لي شريط الادوات. احنا اخدناها مبارح. اخدنا كل معادلة مبارح واخدنا الشروط بتاعتها. اخدنا كل معادلة واخدنا ايه الشروط بتاعتها? يعني مثل لو عندي زي دي وروح تكتبت الصم. تسوي الصم فتحت القوس. السروط بتاعت الصم ايه? ان انا احدد الرقمين اللي عندي. وقفل القوس اقول له انتر. اللي لغلط لان احددت معاهم الخليها بتاعت الصم. احدد الخمسة والسبعة بس مع بعض. اهو جمع معي. اللي بيكون ما بين الاقواص دي الشروط الاساسية بتاعت كل معادلة. حددت مجموعة خلايا. وعايز ادمجهم اخترح اسمها الميرجي اند سنتر. الميرجي اند سنتر. اهي. قبل ما ادخل على الورد حد عايز او محتاج حاجة في الاساسيات اللي احنا اخدناها بتاعت الاكسيل. طيب نفتح الورد بنفس الطريقة من تحت من السرش واكتب وورد. وروح افتح حاجة اسمها بلانك دوكومنت. يعني مستند فاضي. طيب. الورد بيهتم اكتر بالكتابة. اكتب في اللي انا عايز. ملاعتي ملاعتي احناية ملعني ملعوم فنجعات تكتب في الورد اكتب 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 يعني معنا كده ان متاح معينا نكتب في اي مكان انا عايزوه. طيب. احنا وجلنا اللي فوق ده مشروط العنوان. وده شريط القوائم وده الادوات واللي تحت شريط الحلق. طيب. انا دلوقتي عايز اغير نوع الخط. نوع الخط. اعمل ايه? لازم عشان اطبق اي حاجة من الادوات اللي فوق اروح عامل ايه? احدد الاول. لازم احدد الاول. احدد ازاي? كليك شمال كليك شمال واسحب على الحاجة اللي عايزة اغير التنصيقات بتاعتها. انا كتبت حاجة في الورد اهو. وعشان اغير كليك شمال واسحب عليه. كليك شمال واسحب عليه. زي ما انتم شايفين كده كليك شمال واسحب. طيب. عايزة ابتدي اغير نوع الخط. شايفين المستطيل اللي فوق دل انتم شايفينه? اهو. ده. اللي في قائمتهم قائمتهم. في مستطيل بالشكل ده. اول ما ادوس على السهم اللي جانب المستطيل. راح اختار نوع الخط اللي انا عايزه. اي نوع خط اللي جانبه كلمة ابجد هو خاص بالخطوط العربية. هو خاص بالخطوط العربية. كده انا غيرتي من هنا انوع الخط. طب عايزة اغير حجم الخط. الرقم اللي جانبه على طول. حجم الخط. طيب فيه طريقة تانية الحجم الخط. اه. فيه طريقة تانية. الكبيرة والس صغيرة. الاي كبيرة والاي الصغيرة. الاي كبيرة بتعمل ولسو غيره اهو. ولسو غيره بتصغر حجم الخط معك. طب عايز اخلي الخط نفسه يعني اعمل له عملية تضخيم الخط الروفية انا اتخن الخط الروفية اهو. شايفين الفرق? يفرق طبعا بين الاتنين. اللي هو حرف البي او البلد التضخيم. طب حرف الاي يتالك بيميل الخط. قد نبلكم من اللي بحصل اهو. طب اليو بتحط اللي خط تحت الكلمة. اليو بيحط اللي الخط تحت الكلام. السهم اللي جنب اليو دي انا اشكال كتير الخطوط اللي من تحت. عايز اغير لونه من حاجة اسمها الاندرلاين كالر. من الخط اللي من تحت. طب حلو. وبدأنا على الخط. مستطيل. وهنا حجم الخط. هنا بيكبر الخط. بيصغر الخط. البي بيعمل لعملية او تضخيم الخط. الاي بيتميل الخط. والاي بيحط اللي خط تحت الكلام. والاي بي سي بيحط اللي خط في وسط الكلام. طيب حرف الاي تحت مستطيل. لون الخط. اهو زي ما انتم شايفين. ده اسمه فونت كالر. الاي تحت مستطيل. زهر معك الوان تدرجية لللون اللي انت مختاره. طب هنا تحت في حاسمها تحت الستاندرد كالر في حاسمها المور كالر. الوان اكتر. واختر الوان اللي انا عايزها من هنا. دهما الستاندرد من فوق واختر الوان اللي انا عايزة. ولو اوكي. طيب حرف الاي ده. تيكست افكت. برضو مختص بدون الخط معك. ده تأثيرات تانية. الشادو. الزل. بيعمل زي مراية للخط. جلو. توهج. طيب. هتلاقيها عنديكم اي بي تحتها مستطيلة. اللي هو التيكست هايلايت. اهو. بيعمل ايه? بيحط اللي كل سطر عندي داخل تزليل. زي ما انتم شايفين كده. طيب حلو لحد الان. كلمة محمد دوقت موجودة في المنتصف. عاز اخليها ناحية اليمين. شايفين المحازة من فوق من حاجة اسمها باراغراف. المحازة ناحية اليمين. المحازة ناحية اليسار. المحازة في المنتصف. او. محازة ناحية اليمين. المحازة ناحية اليسار. المحازة في المنتصف. طيب العلامة الرابعة دي اسمها جاست فاي. جاست فاي. طب يعني ايه جاست فاي جسفاي بتعمليه الضبط. بيسوي للمسافات البدء مع المسافات النهية او نهاية الكلام وبداية الكلام. تعالك نروح على جسفاي. سوى الاتنين مع بعض. سوى سوى البدايات مع النهايات. سوى البدايات مع النهايات. طيب المسافة بين كل سطر والتاني العلامة دي. واختار المسافة اللي نعايزها. المسافة ما بين كل سطر والتاني. جوبة دي. جسفاي ضبط. بيسوي البدايات مع النهايات. ودي حيسمها طب تعالوا كده نحدد قطعة زي دي. واروح على علامة الجردل واختار لون الاصفر. ايه اللي حصلت? عملي تزليل حوالين كل الكلام اللي انا محدده. فبتعالكم ده نختار اللي هو الاب من هنا. لأ. المرة ده عملي تزليل على كل سطر الواحدة. فده الفرق ما بين اللي اتنين. حرامة الجردل. والعلامة دي. انا دلوقتي عايز احط القطعة دي داخل بوردر. شايفين هنا في حاجة اسمها البوردر. بالشكل ده. واختار مسلا اللي انا عايزه. اوتسايد بوردر. والبوردر وهكذا. هاي. اوتسايد. احنا عندينا الكلام تحت بعض. وروحت حددت التلاتة اللي تحت بعض. وروحت هنا على حاجة اسمها البلت. واخترت الشكل المناسب. اللي حصل. حطى اللي نقاط قبل كل كلمة. طب اخترت اللي بعدها المرة دي حتى ارقام. بدي البلت بيحط اللي نقاط قبل الكلام. والنمبرينج بيحط اللي ارقام. طيب. جيت مسلا قلتلك ضف لي صورة. ضف لي شكل. ضف لي مخطط تفصيلي. ضف لي رسم بياني. طالما قلتلك ضيف. فبتروح على قائمة اسمها انسرت. انسرت. طب لو قلتلك ضف لي جدول. هتروح اسمها تيبل. وتمشي على المربعات اللي عندك. واضغط عليها. انا ضفت جدول او. ضفت جدول. اما هضغط عليها واختار حالة تانية اسمها انسرت تيبل. المرة دي انا بمشي على المربعات الصغيرة. اما هنا انسرت تيبل اول ما دوس عليها. فبيقول لي انت عايز نمبر اف كولوم ونمبر اف رو. انا عايز منيك عدد الاعمدة وعاد الصفوف. عدد الاعمدة انا عايز اربع عمدة. عايز اربع عمدة. وعايز كم صف? تلات صفوف. اوكي. عمل لي كم عمود? العمود اللي بيكون جاي بالطول. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وكم صف? واحد اتنين تلاتة. زي ما انا ما عملت. ومن التيبل ستايل فوق بغير السهيلات بتاعة التيبل. دي كلها السهيلات للجدو. بس اتا انا ما اختار من فوقها اسمها تيبل ديزاين او ديزاين بس. وغير السهيلات التيبل. طيب لو قلتلك ضيف لصورة من بيكتشار. واختارها اسمها يعني انا عايز صورة من الجهاز. واختار الصورة اللي انا عندي واقوله انسرت. طفل صورة. مهما احاول احرك في الصورة مش عايز اتحرك. احركها ازاي? خضت كليكي من على الصورة. واختار حاسمها راب تيكست. واختار بيهاين دي تيكست. خليها لخلف النص. لا انا مش عايز خلف النص. ممكن اختار. انفرونت او تيكست. حرك في الصورة زي ما انت عايز او بتحرك. وكليكي من راب تيكست. واختار حاسمها انفرونت او تيكست او بيهاين دي تيكست. او. من الدوائر الصغيرة بصغر الصور زي ما انت عايز. الدوائر اللي عندي دي بصغر منها الصور زي ما انت عايز. هنا من فوق في حاسمها البيكتشار ستايل. بتاكد انا مختاره من فوق حاجة اسمها فورمات. دي كلها ستايلات للصورة. دي كلها ستايلات للصورة. زي ما انت و شايفين. طب لا قلت لك ضيف لي شكل shape واختار الشكل اللي انا عايزه. وبرضه من فوق في حيات اسمها shape style. دي كلها الصغيرات للشكل اللي عندك. ده shape اللي بيدينا الوان اكتر. الشيب اوطلاين لحد الخارجي. واتس اللي هو السمك بتاعه. الشيب افكتي تأثيرات اكتر ظهرت معك. ده الشكل بتاعي. طب لو قلت لك ضيف لي مخطط تفصيلي smart art. اهلا smart art. ودي كلها مخططات تفصيل ايه? حدده وقول له اوكي. فاتضاف معي. تلاقي من فوق ظهرت معك حاسمها design و format. design و format. هنختار design. ومنها من السمارت ارت ستايل هغير السايلات بتاعه السمارت ارت. اعز اغير الوان مش عجباني. من يتشينجي color واختار الوان المناسبة اللي باني اللي انا عايزي. وقول له اوكي. وبرده من فوق. هلاجه زهر معي شيت. اقفلو. من فوق ظهرت معك design و format. برضه اختار design. واختار منها الشارت style. ستايلات الخاصة بالشارت. ومن change color اختار الوان المناسبة بالنسبة لك. فاي حاجة عايز اضيفها من insert. طب انا عايز اضيف مثلا رقم ارقام للصفحات. في حاسمها ال page number. ال page number يعني رقم للصفحات. طيب انت عايز رقم الصفحات فين? عايزه في الطب في الاعلى. ولا عايزه في ال button في الاسفل ولا عايزه في ال page margins اللي هو الهوامج بتاعت الصفحة ولا عايزه في المكان اللي انا واجف فيه. لا انا عايزه في الاسفل. button. واروح اختار انا عايز المكان فين بالزبط في الاسفل. ناحية اليمين. ولا في المنتصف. ولا ناحية اليسار. انا عايزه في المنتصف. اروح ادوس على ال x من فوق. اهو. اطلل رقم للصفحة. ادي واحد. ودي اتنين. بحط اللي رقم للصفحة. من واختار واختار مسلا المكان اللي انا عايزه. طيب. في قائمة بعد كده اسمها design. او page لقوت في الفين وعشرة. اخر حاجة في القائمة في حاجة اسمها page border. page border. يوبا قائمة design. قائمة design. واختار منها page border. طيب انا عايز اعمل حد الخارجي. الحد الخارجي بيكون. قافل الصفحة. يعني ازاي قافل الصفحة? يعني من فوق ومن تحت ومن ناحية اليمين وناحية اليسار. اقباروها على حاجة اسمها box. وقول له اوكي. اللي حصل. عمل اطار للصفحة. تاني. من قائمة design. او page لقوت في الفين وعشرة. اخطار design. واروح على page border. اخر اداء عندك. واختار من هنا box. واختار. اقول له اوكي. طيب. ال page border في box. في ال style دي الصيلات التانية للحد الخارجي. الصيلات التانية للحد الخارجي. طيب اللون. لون الحد الخارجي. طيب السمكة بتاع الحد الخارجي. اقول له اوكي. طيب. انا مش عايز حدود. انا عايز اشكال تانية. في كلمة اسمها art. اختار اشكال اللي انا عايز اقول له اوكي. هلاقيها اضافت معي. كحد الخارجي. من ال page border. طيب انا عايز اغير لون الصفحة. page color. اهو. اه اهم حاجة فيها page border ازاي من حد خارجي. وال page color ازاي غير لون الخط. عندك بعد كده ما اسمها layout layout. layout. ما رجنس اللي هو الهوامش. يعني هامش الجزء الفاضي. الهوامش الاعلى الجزء الفاضي من فوق. والهوامش الاسفل الجزء الفاضي اللي من تحت. orientation الاتجاه. اتجاه الصفحة اللي اشغال عليها. land escape بيخليها لي. افقي. بالشكل ده. افقي. اما portrait بيخليها للرقصي. بالطول. land escape بيخليها لي بالعرض. انا لو بكتب بحس علمي بستخدمها. بعمل من خلالها برضو حاسمها table or content. جدوى المحتويات. بعمل مراجع. الميلينج بيخص المراسلة لو عايزة بعت عن استغل عن طريق. الميل. عندي مسلا شهادة التقدير وفيها مية اسم. عايزة اكتب المية مرة واحدة. او قد اكتب كل اسم. اه اكتب اسم وامسح التاني. اكتب اسم وامسح التاني. ولا انا اعمل list او قائمة بالاسماء. انا اعمل قائمة بالاسماء وحطها كلها عندي. عندك ال review. انا لو عندي مستند بالشكل دي. اهو. وعايزة ترجمه. لعربي. وراءة حاسمها translate. وقول له translate document. شايفين اللي اظهر ناحية الامين? translator. يقول لي انت عايز ترجم من ايه? from. هقول له from english. to ايه? to Arabic. اقول له translate. ترجم. ترجم معيه. ترجم معي المستند. حولوله من حوله من انجليز العربي. حول معي المستند من انجليز العربي. بس لازم اكون متصل بالانترنت. وروع على review review وروع على review وبختارها اسمها translate. واختار منها translate document. يعني انا هترجم المستند. طالما متصل بالانترنت هتظهر معك قائمة ناحية اليمين. translator. الترجمة. هنا بيقول لي from. انت عايزة ترجم من ايه? انا عندي دلوقتي عربي. وبعايزة ترجم من عربي. طب انت عايزة ترجم من عربي ايه? من عرب الانجليز. اقول له translate. وانتظر شوية. ترجم معي. ترجم معي. بس لازم اكون متصل بالانترنت. لازم اكون متصل بالانترنت. طيب. اللي ممكن نستفد منها ده وقت لو انا كتبت كلمة بالشكل ده. عملية تحتها خط باللون الاحمر. معنى ان الكلمة غلط. اول اداء عندك في قائمة review اسمها spelling and grammar. spelling and grammar. التصحيح الاملائي. التصحيح الاملائي. هدس عليها كل الكلام الغلط اللي عندي هيعمل له عملية تصحيح املائي. يما هضغط من على الكلمة الغلط. واختار التصحيح بتاعها. طيب اما زهر خط احمر تحتها فانا انا بعمل لها تصحيح املائي. لا هو انا مش بيعمل ترجمة حرفية. انا بترجم من جوجل بس مش ترجمة حرفية. مش ترجمة حرفية. وطبعا اي ترجمة انا بعملها طبعا لازم اراجع. لازم اراجع برضو. يعني لازم تبص برضو عليه. تلقى نظرة عليه. طيب عندك بعد كده قائمة اسمها اول خمس ادوات في قائمة هي طريقة العرض بتاعت برنامج الورود. او. طريقة العرض. جرب كده الخمسة. طريقة العرض. طريقة العرض احنا بنشتغل عليها. طيب. هتلاقي عندك بعد كده حاسمها ومتعلم علامة صح على الرول او المصطرة. شايفين الفوق دي اهو. انت شايفينها دي? دي مصطرة. ناحية اليمين دي المصطرة. طب عزق فيها اشياء عمدي الصح اي تشالت. نركز تشالت. طب لو علمت علامة صالح اسمها اللي حصل في الصفحة الشبكة بيانية ظهرت. الشبكة بيانية ظهرت اهو. طب عاز اعمل الصفحة من هنا. زوم. وبختار الزوم المناسب. لا. لو عاز اكتبه انا ظوم بنفسي اروح اكتبه هنا تحت. بالبير سنت. في البيير سنت. طب عاز اخلي مية في المية. روح اضغط هنا مية في المية. ده الورد. ده برنامج الورد. بيختص اكتر دي الكتابة. ده برنامج الورد اللي بيستخدمه في الكتابة. كتابة النصوص. طيب. البرنامج هناخده كمان دلوقتي ايه? هو البوربوينت او البرزنتيشن او العرض التقديمي. هو حاجة كده زي الورد بس البرزنتيشن او البوربوينت بيهتم بالحاجات اللي هي القليلة. انا مش لازم اشرح كلها بالتفصيل ممل فيه. لأ. لان البرزنت الهدف منه عرض يعني عرض. يعني انا بعرض جزء من العمل بتاعي. بيهتم بالحاجات المتحركة على الحاجات. انا في البرزنت ممكن اكتب في الورد ممكن اكتب في اي مكان. لكن اللي بتاعكم ان ادخل على البرزنتيشن. هنا لازمك. لازمك هنتكتب داخل بوكسات بس مقدرش هكتب بره. عامل لك بوكسات هتكتب جواها. طيب. نقفل كده الورد وننتقل ليه البرزنتيشن. المرة دي هتلاقي الادوات المنفوكة مش مدفع على ليه. عشان لازم يكون موجود داخل بوكس. فانا هو هنا لازمني ان انا اشتغل داخل بوكسات دي. اروح اضغط على البوكس. واكتب الحاجة اللي انا عايزها. كنا بنغير ازاي نوع الخط وحجم الخط ولون الخط من الورد بنفس الطريقة او نفس المكان بغيره من هنا اهو. قيمة دي اللي انتو شايفينها. لسه واخدينها من شوية في الورد. نوع الخط اهو. ده نوع الخط بس لازم يكون نحدد الاول. مستطيل ده نوع الخط. ستين ده حجم الخط. او الكبيرة حجم الخط. الصغيرة بتصغر. الكبيرة بتكبر. البيب بيعمل لي عملية او تضخيم. زي ما انتو شايفين. الاي بيتميل. اليو خط داخل الكلام. الاس بيعمل لي زي شادو. زي شادو. او بيعمل لي تضخيم على التضخيم اللي عندي. الاي بي سي. خط فصة الكلام. الاي تحتيه لون ومستطيل بلون الاحمر ده لون الخط. لون الخط. ودي برضو المحزاة. وده اللي هو وده اللي هو المسافات ما بين كل سطره الثاني. وطبعا فاكرين التعداد النقطي. والرقم. طيب. لو قلتلك ضيف لي شريحة تاني اشتغل عليها. ضيف لي شريحة تانية. في قيمة هون فيها اسمها نيو سلايد. نيو سلايد. نيو سلايد يعني شريحة جديدة. نيو سلايد. هدوس عليها. ودي كلها شريح ممكن اشتغل عليها. نفس الشريحة الاولى. اللي هو العنوين شريحة العنوان. زفا. طب لو روحت عانيو سلايد واخترتها اسمها. هروح اكتب من فوق مسلا العنوان بتاعي. طب لو قلتلك ضيف لي ضيف لي. صورة. هتعمل ايه? هتروح على انسرت. تختار ضيف لي من نفس المكان. ضيف لي شكل اهو شير. ضيف لي مقطط تفصيلي. ضيف لي مش عارف اه رقم للصفعات. فكل ده بعملو فين? بعملو في من قائمة ضيف لي فيديو اهو. ضيف لي صوت. طيب انا ممكن بدل. ما روح على قائمة هوم. بدل ما روح على قائمة آآ انسرت ان السك. وقدر الصورة. وشكل. ومخاطط تفصيلي. اول ما ضيفت الشريحة بتاعت. بتاعت التايتل اندو كنتنت. هتلاقي فيه ادوات ظهرت من تحت اهي. بتاو كدو ندوس على اي اداء فيهم. بختار حاجة اللي نايزة. انا ممكن اعمل او هادي كمان البيكاتشل نفس اللي يزهر في الورد. اهو. هنا معنا كده من الهوم واختار التايتل اندو كنتنت بكتب هنا العنوان وتحت لو عاز اضيف حاجة من حالات الموجودة عندي. حلو. طيب. في قائمة عندك اسمها ديزاين. اللي شايفينه. تصميمات بتاع الشرائح. قائمة ديزاين في الباوربوينت. قائمة ديزاين في الباوربوينت. لو ضغطت على السهم اللي في الاخر. ظهرت معك تصميمات اكتر. زي ما انتو شايفين كده. زي ما انتو شايفين كده. حاجة زي ايه على الورد? حاجة زي ايه? طب زي ايه? اسماء نتيجة. ازاي مش فهن? اسئلة انا حضرتك محتاجة تعملي اسئلة على الورد? يعني القص من السؤال ان حضرتك محتاجة تعملي اسئلة على الورد. انك لفهم صح؟ تمام. طيب. آآ. عايزة تحولي الآآ. لا اسألة على الوورد على الباور بوينت. طيب. هو يفضل انها تفضل زي ما هي على الورد. لان الورد هو اللي بيهتم اكتر بالكتابة الكتيرة والشرح ومعيش في الكلمة احنا بنقولها ايه? انا بسمي الورد البرنامج الرطاط. يعني بقى قد اكتب وحكي كيه زي ما اعايز. اما الباور بوينت ببرنامج غلبان. يعني بكتب فيه سطر اتنين تلاتة. لكن لو عادت حوليها دي برضو لها طريقة معينة. اه في نهاية المحاضرة ان شاء الله هسيب لكم الرقم بتاعي اللي اه محتاج حاجة او انا ممكن ابعت لكم فيديو لها ان شاء الله على الجروبات. سجل فيديو بسيط كده لان برضو لها طريقة معينة خطوات معينة هتطول معنا. فهسجل فيديو للناس بحيس ان اه هم من يعرفوا ازاي يحولوا من الورد للباور بوينت. في حل تاني بس برضو يعني ممكن اجربوا مع بعض سريعا كده. دخلت على الجوجل وكتبت وورد تو باور بوينت. اهو كونفيرت وورد تو بي بي تي. اقول له select file. واحدد الفايل بتاعي واحوله. دي طريقة علىك. وادي لو عندي مسلا دخلت على فين الورد عندي اهو. في قائمة عندك اسمها قائمة فايل قائمة فايل. فايل. وفي حاسمها اكسبورت اكسبورت يعني تصدير اكسبورت معناها التصدير. واقول له اتشينج فايل طيب اتشينج فايل طيب. هنا مش متاح لان انا احول لباور بوينت اهو. دي طريقة من خيالة بقى كنت بقدر اغير. بتكون مريدة بعد الاصدارات اللي هو ده لو عايز احول لباور بوينت. اما ادخل على جوجل واحول من الورد ليه باور بوينت. تمام حضرتك. مش مش كادي طريقة. فايل سبورت اللي هو تصدير. ومن اتشينج فايل طيب بختار الامتداد اللي انا عايزه. الباور بوينت اللي هو البي تي اكس. يومي بدخل على جوجل وبكتب اللي احنا كتبناه. ده الطرق بسيطة بقدر بقدر احول بها. هل في طرق تانية? اه. في طرق تانية كتير. ان شاء الله بازن الله يعني ايه. او كده انا ممكن ابعت للناس الفيديو كده بسيط. اترافوا من خلاله برضو ازاي يحاولوه. حاول الناس بس يجربوا الطرق اللي احنا خدناها دلوقتي. ولو في اي مشكلة ان شاء الله نمعدها. زي ما قلنا نكمل الشرح بتاعنا بتعمل ايه? بيغير مع التصمات بتاع الصفحات. زي ما انتم شايفين. طيب. عندنا بعد كده حاجة سمها الترانزيشن. الترانزيشن اللي هو الانتقالات ما بين كل شريحة والتانية. تعقد انا اختار ترانزيشن زي ده. طب اللي بيحصل. ترانزيشن ده هيبايل لنا اكتر ايه وظيفته? ايه وظيفته? وظيفته اللي هو طريقة الدخول. لما يجي يدخل على سلايد الاولى لما يجي يدخل على سلايد الاولى يدخل برضه بشكل تاني. يعني معنى كده ترانزيشن دخول من كل شريحة التانية. ادخل على الشريحة الاولى ليها انتقال معين اختاره من هنا. علشان ادخل على الشريحة التانية ليها انتقال معين اختاره من هنا. علشان ادخل على الشريحة التالتة برضو ليها انتقال معين برضو بختاره من هنا. يجوى معنى كلمة ترانزيشن ده شكل الدخول للشريحة. من ترانزيشن بختار من هنا الشكل المناسب بالنسبة لي. اختار الانتقالات واختار الشكل المناسب بالنسبة لي. طيب. بعد كده فيها اسمها انيميشن. انيميشن. طيب مش هتلاقيها متفعلة. ليه? ليه مش متفعلة? لان الانيميشن مختصة بقى بشكل الدخول بتاع الكلام او مش مش شرط الكلام. اي حاجة موجودة داخل الشريحة. شكل الدخول بتاعه. انا حددت اهو. وروحت اختارت مسلا. شكل زي ده. شايفين? شكل الدخول. شكل ظهور الكلمة. واردو سامة ده اشكال تاني. يعني معنا كده ان الانيميشن المؤسرات الشكل بتاع الظهور بس المراضي مش للشريحة لأ. ليه الكلمة نفسها. حتى الصورة بعملها اه الصورة بعملها كمان. اي حاجة موجودة داخل الشريحة بعملها اني ممشي. الشريحة بعمل لها اني ممشي. تمام. حتى تلاحظ بقول لي واحد واول. وده اللي هيظهر بعد كده. حلو. يعني معنى كلامك ده ان الانتقالات شكل دخول للشريحة. لما يدخل على الشريحة يدخل ازاي? اما المؤسرات. الحاجات الموجودة داخل الشريحة نفسها. الحاجات الموجودة داخل الشريحة عمل لها حاجة اسمها او مؤسرات. كده انا اخلص الشغل بتاعي. عايز اظهر الشغل من حاجة اسمها. واقول له من البداية. او. اضغط على او الاتجاهات بتاعت اللوحة المفاتيح. او. زي ما انتم شايفين كده. طيب الاختصار او. لو ملاحز كتب لك ايه? اف خمس. ادي اف خمس. انا هروح مسلا لهم. مفروض اروح عشان اعرض شغل لأ. انا دست اف خمس. اعرض الشغل بتاعي. ادي الباور بوينت وبسيط. ما فوش اي مشكلة. ادي من هنا بضيف شريحة. سلايد جديدة. تصميمات بتاعت كل شريحة. اشكال كل شريحة. الانتقال. طريقة الدخول لكل شريحة. المؤسرات للحاجات المولودة داخل الشريحة. زي ما اخدنا لون الخط وحجم الخط. لو عايز اضيف صورة اضيف شكل. اضيف مخطط تفصيلي اضيف رسم بياني وهكزا. ده الباور بوينت بكل بساطة. حد عنده مشكلة. حد عنده مشكلة في الباور بوينت. حد عنده مشكلة في الباور بوينت. ندخل على الاكسز نعمل قاعد بيانات على الاكسز. نعمل قاعد بيانات على الاكسز. طيب. برضو بنفتح الاكسز من نفس الطريقة. اكسز. طيب. زي ما كنا بنعمل مسلا في الاكسل بلانك وركوبوك. وكنا بنعمل في الورد بلانك وكنا بنعمل في في الباور بوينت بلانك بريزنتيشن هعمل هنا بلانك داتا بيز. حضرت ضغطة واحدة بس عليها. كليك شمالة. فظهرت بالشكل دي. انا عايز اعمل ايه? انا عايز اعمل قاعدة بيانات جديدة. حلو. هنا بيقول لي الفايل نيم. اسم قاعدة البيانات بتاعتك. اكتب هنا اسم قاعدة البيانات بالكامل. هذا بتاسم قاعدة البيانات. جنبها في علامة الفولدر الفولدر اللي هو المجلد مكان الحفز. انا عايز احفظ فين بالزبط. روح ادوس عليه. وروح احدد من هنا مكان الحفز. وقول له بعد كده اوكي. خلصت مكان الحفز وعايز ابتدي اشتغل اقول له طيب. فكريات ظهرت معايا بالشكل ده. ده الوضع اللي بيظهر معايا في الاول. بس مش ده الوضع اللي بكتب فيه. تمام? اولا اول حاجة بشتغل عليها حاجة اسمها وضع او عرض. حاجة اسمها وضع التصميم. واختار او وضع التصميم. يقول لي اسم الجدول. طب ما احنا ما سمينا منبرة? لا. اللي احنا سميناه منبرة ده قاعدة البيانات. قاعدة البيانات قد تحتوي على اكتر من جدول. يعني قاعدة البيانات ممكن يكون جوها كزا جدول. يعني مسلا ان هعمل قاعدة بيانات مستشفى. فقاعدة بيانات مستشفى جوها ايه? جدول الاطباء. جدول اللي هو الممردين. جدول الموظفين. الجدول مش عارف ايه. فالقاعدة نفسها هي اللي اعتبرها الام بالنسبة لها. هي اللي تحتها كل الجدول دي. يعني زي قاعدة بيانات مستشفى زي ما قلت من شوية. هيكون جواها جدول للاطباء. جدول للممردين. جدول للمرضى. جدول مش عارف الموظفين. جدول مش عارف المجلس الادارة. فقاعدة البيانات قد تحتوي على اكثر من جدول. راح اقول له اوكي. بس ممكن اسميها ايه? ايا كان الاسم. وقول له اوكي. فظهرت بالشكل ده. دلوقتي احنا لو موجودين مسلا هنا. وروحت انا كتبت. الايدي. والنام. والاسم. كتبت هنا العنوان. كتبت هنا مسلا التاريخ. كتبت هنا مسلا الساعة. طيب. البيانات اللي انا هكتبها في التابول من تحت انا هكتبها على اساس ايه? انا هكتبها على اساس الصف الاساس بتاعي. انا قلنا اللي بيكون جايب العرض صف اللي جايبه الطول عمود. فانا البيانات اللي من تحت دي اللي في الجدول بكتبها على اساس ايه? بكتبها على اساس العنوين الاساسية اللي انا كتبها. يعني هنا هكتب ايدي. هنا الاسم. هنا العنوان. هنا التاريخ. هنا الساعة. يعني هوف. ده الايدي. ده الاسم. ده العنوان. تاريخ مسلا. الساعة. عنذل كامل البيانات بتاعتي. فالبيانات بكتبها على اساس ايه? بكتبها على اساس التيبل عندي. التيبل اساسي. فالتيبل اساسي بسميه ايه? بسميه الفيلد نيم الفيلد نيم اسم الحقل. طيب البيانات اسمها الديتا طيب. او نوع البيانات. عندي الادة اساسي ماينفعش امسحه. ماينفعش امسح الااي دي. هينفعش امسح الاي دي. هدوس انتر 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 نزلنا عليه تحته. بكم انا انا واجف على الاي دي اروح اضغط على الفيلد اللي تحته. اضغط على اللي تحته. السجل. اروح اكتب انا عايز هنا مسلا الاسم. طيب نوع البيانات في الاسم لما اجي اكتب اسم الاسم بكتبه ايه? بكتبه نص ولا رقم? الاسم نص طبعا. طيب في نوع البيانات من السهم ده هختار ايه? هختارها اسمها طيب ليه ليه ما يقباش الونج? الكلام اللي انا بكتبه في الخلية دي ما يعديش متين خمسة وخمسين كلمة. يعني محمد رمضان. كم كلمة? كلمتين. وهكزا هل الاسم ممكن يعدي متين خمسة وخمسين كلمة? استحالة. طيب لو عدى اختار يعني لما اجي اختار السجل اللي تحته العنوان روح اختار طيب رقم التليفون رقم التليفون بيكون نص ولا رقم? بيكون رقم. فاختار طيب عندك بعد كده هاي اسمها التاريخ والوقت. طيب التاريخ والوقت هختار من نوع البيانات ايه? الديت اند تايم. لو عندك بعد كده العملة. العملة هختار ايه? من هنا? كارنسي. كارنسي. اللي عملة معناها بالانجليزي كارنسي. حالة الدفع. يعني ايه حالة الدفع? يعني دفع ولا لا? دفع ولا ما دفعش? طيب ما قلت اه او لا فبختار حاجة اسمها اليس ارنو. يس ارنو. طيب. لو قلتلك ضيف لي صورة. ضيف لي شكل. ضيف لي ملف. في حاجة اسمها للمرفقات اللي هي attachment. attachment. طيب. طارد مسلا المواد الدراسية. المواد الدراسية هل مواد الدراسية بتكون مادة واحدة? لا. كزا مادة. اكتر من مادة. فان عايز اعمل list او قائمة اختار منها. فبروح على ال data type او نوع البيانات. واختار منها حاجة اسمها look up wizard. طيب لو عايز اضيف link hyperlink. خلينا دلوقت هن عايز اعمل list. الليست بعملها من حاجة اسمها look up wizard. طيب. هقول له انا عايز اكتب البيانات بنفسي. انا عايز اكتب البيانات بنفسي. هروح اختار 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 التاني. ان انا عايز اكتب البيانات بنفسي. يعني انا عايز اكتب البيانات بنفسي. واقول له اللي هو اللي بعد كده. هاجي هنا تحت كلوم اكتب اول اختار عايزه. مسلا. هنزل اضغط بالموس على اللي تحته. اختار مسلا. اللي تحته. هكتب مسلا اختاري التالت. السري. اللي تحته. الام او اس. وهكزا. انا كتبت ده. كتبت ده عندي. كتبت خلاص list. اقول له finish مش next finish. هلاقي القائمة نفسها زي ما هي short text. لا. هي صحة كده. بس ما ينفعش اختار look up wizard لان look up wizard لما بختارها بيدخلنا القائمة على طول. بس ايبها زي ما هي كده صح. طيب خلصت وعازة ابتدى اكتب البيانات. بروح على view وبختار وضع ال data sheet. باول وضع بنشتغل على ال design view ثم وضع ال data sheet. بيقول لي يعني في الاول انت لازم تحفظ جدول بتاعك. اقول له yes. بس. ابتدى امن البيانات او. انا الاس. اكتب اول اس. اكتب اول اس. واكتب هنا العنوان بتاعي. واجي هنا اكتب رقم التليفون. وانا في التاريخ والوقت. جنب التاريخ والوقت. في زي مربع او اجندة. هدوس عليها. واختار التاريخ بتاعي. واختار التاريخ بتاعي. هنا العملة. ايه. هنا. تمام انا انا خلصت خلاصا. كل حكا انا بس بامل البيانات. حالة الدفع. لو جي تعلمت علامة صح على المربع معناها دفع. طيب شلت علامة الصح معناها ما دفعش. معناها ما دفعش. طيب. ده ببقى شكل المرفقات. شكل المرفقات. جنب الرمز ده فيه سفر. خضط عليه ضغطتين كليك شمال. ضغطتين على السفر كليك شمال. على الرمز والسفر. فانا عايز اضيف صورة. هقول له اضافة. واختار الصورة اللي انا عايز اضيفها. اضافة عندي. طب عايز اضيف حاجة تانية برضه اقول له اد. ومش صورة الصورة على فكر. ممكن اضيف مسلا ملف. قال لي اهو اضافت معي خلصت اقول له اوكي. قال لي اتنين اتنين وبك انت اضيف مرفقين هنا. المواد الدراسية لما اجي اضغط على السهم اللي عند المواد الدراسية. اضغط على السهم اللي من تحت دي. ادل قائمة عندك. واختار. اختار منه. اضغط انتر انزل اللي تحت. انتر تاني. ومجرد ما كتب تاني اس. ما كتب لي اتنين. ليه كتب لي اتنين? ان انا مختار الاي دي اوتو ممبر. رقم تلقائي. يعني رقم تلقائي يعني يرتب لي ترتيب تبقى ايه. وبتدي امن البيانات زي ما احنا تعودنا. انزل هنا تحت بالموضوع. فديه الطريقة اللي بامل بها البيانات. تمام? وهنا الاجنت. وهكذا برضو نفس كل مرة. نفس كل مرة. طيب. طيب حيث محساب. ده نوع من انواع البيانات. انا وليت البيانات بتاع تخلص. انا باملي بيانات. طيب. في قائمة من فوق اسمها كريت. 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 تعالكم اندوس عليها. واختارها اسمها الكويري ديزاين. كويري ديزاين. فهتلاقي فيه مستطيل طويل زهر معك. هتلاقي التيبر اللي عندك متحدد. لو مش متحدد احدده. واقول له اد او اضافة. واروح اكفل القائمة. اول ما اكفل القائمة هلا جيه زهرت معي بالشكل ده اهو. ظهرت معي بالشكل ده. طيب. انا عايز اقول له والله انا بدل ما هتظهر لي اكتبه لده كله انا مش عايز كل ده. انا مش عايز الاسم والعنوان ورقم التليفون والتاريخ والعملة وحالة الدفع والمرفقات والموات الدراسية لا. انا عايز ادور بس على الاسم ورقم التليفون. اروح في الفيل دي من تحت اختار الاسم. واللي جنبه اروح اختار مسلا رقم التليفون. طيب انا اخترت من هنا الاسم ورقم التليفون. واروح على كلمة اللي من فوق دي اهي. كلمة كويري وان. حضط كليك يمن عليها. واقول له او حفز. واكتب اسم الاستعلام. قول له اوكي. اقفلو. تجي زهرت معي في القيمة اللي ناحية اليسار كويريز. حضط عليه ضغطتين كليك الشمال عشان افتحه. اهو. اللي زهر الاسم ورقم التليفون بس. يعني انا عايز استعلم بس على الاسم ورقم التليفون. انا مش عايز الجدول ده كله. انا عايز بس اشوف الاسم ورقم التليفون. حلو. طيب انا رجعت للجدول الاساس بتاعي. اهو. ورحت على كريت. تعالوا كده نختار مرة ده هاي اسمها الفورم. وليس فورم بس. فورم. هدي شكل الفورم. شكل الاستمارة بتاعتي. احفظ ازاي كليك يمين عليها من فوق. اقول له سيف. اقول له استمارة. برضو اضافت هنا في خانة الفورمز. طيب المرة ده عايز اعمل من كريت بختار حاسمها او تقرير. بالشكل ده. احفظه ازاي كليك ينسيب واكتب تقرير والوكي. عايز يضاف لك الجدول اللي وحدها ателей في جروب اسمه. اه اللي عندي دفهالي في جروب اسمه الاستعلام اللي عندي دفهالي في جروب اسمه والفورم. والتقرير دفهالي في جروب اسمه ده برضو باختصارة برنامج. بارح كنا خدنا ودي النهاردة معك الورد والبوربوينت والاكسز. حد عنده اي سؤال لحد الان. حدي نبزة كده سريعة برضو على الاؤتلوك. حدي نبزة على الاؤتلوك. حد عنده سؤال. برضو اصلا جيه يعتبر نفس الاستخدامات يعني كلها استخداماتها واحدة. هذا شكل او اتلوك. يعني اخوش مهم غير الناس لازم كل حابين اعرفوا ازاي هي بعت رسالة. من فوق خالص في قائمة اسمها قائمة هوم. قائمة اسمها قائمة هوم. واختار منها هي اسمها يعني ايميل جديد. ايميل جديد. دو معناها انت هتبعث الايميل اللي مين اللي هي حاجة اسمها الكربون كوبي اللي هو نسخة معروضة طيب البي سي سي نسخة مخفية اللي هو الرسالة. طيب الشخص اللي هي بعتك الرسالة. حلو. طيب انا حطت هنا خمس اشخاص. الخمسة كل واحد فيهم انا عارف بعدت المين? يعني الشخص التاني اللي عندي عارف انا عارف الشخص الاول وعارف التالت وعارف الرابع وعارف الخامس. ليه? لان انا كلهم كتبتهم جنب بعض هنا. فكل واحد من الخمسة عارف انا بعدت مين. طب البي سي سي لو حطيت خمسة جنبه بعض كل واحد ما عارفش انا بعدت مين. طيب ده بالنسبة للسي سي والبي سي سي. العنوان بتاع الموضوع. يعني انا لو متقدم الوظيفة اكتب مسلا وظيفة اللي متقدم لي اكتب كود الوظيفة. وانزل من تحت هنا اشرح وبتدي اكتب هنا في مساحة العمل اللي عندي. ونفس القصة هتلاقي هونو على الخط حجم الخط. آآ لون الخط. نفس اللي احنا اخدنا برد. بتعمل لي ايه? بتضيف لي صورة. شكل. مخطط تفصيلي. رسمي بياني. واكس. دي باختصارة بردو عندي الوظيفة. طيب. 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 طيب دائما الطريقة اللي اغلب الناس بتتبعها عشان تحول من حاجة الحاجة بتدخل على جوجل تكتب مسلا انا عايز احول من ورد 2x حتى ممكن ننزل عالتليفون البرنامج الجاي ممكن اخلا اقدر احاول زي من اعايزه كل تحول انا عايزها من ورد من ورد مش عارف لايه اما عن طريق الانترنت اما في في طريقة معينة بحول من ورد من ورد الاكسل او العكس صحيح فالتحولات دي احنا ممكن ناخد لها محاضرة كاملة تاني بس في وقت مساء الله بإذن الله قريب جدا كده هنعمل محاضرة كاملة خاصة بالتحولات. طب محاضرة واحدة بس مفتصة بس بالتحولات اللي عندي. مدرجة عادة جدول بتاعي من انسرت تضيقى ازبط الجدول اهو. اغلب طرق البرنامج دي يعني اغلب الحالة اللي احنا بنستخدمها اه في بعض البرامج بتحتاج ان انا اعمل لها شفرة معينة في بعض البرامج بتعمل بسهولة في بعض البرامج لها طريقة معينة في التحولات. فده ان شاء الله بإذن الله احنا هناخده في محاضرة كاملة لوحدها. ان موضوع التحولات ده لوحده بيحتاج وقت. بيحتاج وقت. احنا عايز الناس بس يتجرب تدخل على جوجل وتعمل الطريقة اللي احنا اخدناها. طريقة اللي احنا اخدناها. ده هو بتدخل على وجوجل وتكتب مسلا تحول من ورد تو بي دي اف او ورد تو اكسل او ورد تو باربوين. يما تنزل برنامج اسمه مؤقتا لحد ما احنا ناخد محاضرة لخص التحولات. يما لو الناس مستعجلة عليها ممكن تبعث لي على الواتسابة وتبعت على الجروب. وابعت لكم هعمل لكم فيديو بسيط ان شاء الله لموضوع التحولات ده. فيديو للموضوع التحولات. حد عند سؤال حد الان غير موضوع التحولات. زي ما انتفقنا هنعمل له محاضرة لوحدها. يما هبعت لكم فيديو للناس اللي نستعجل عليه. سجل سجل فيديو كده مدته صغيرة. عشان آآ يكون مفهوم. وابعته للناس ان شاء الله تسمعوا. حد عنده سؤال. قد الورد باور بوينت اكسل اكسز الاوت لوك. والناس اللي حدث الانبارح معي عارفة ان الورد والباور بوينت والاكسل والاكسز مش بيتشرحوا في محاضرة ولا اتنين. احنا حاولنا على قد ما نقدر ندي الاسيات اللي في البرامج دي. اللي تخلي الناس يقدر تشتغل. اللي تخلي الناس يقدر تشتغل على الاربع برامج. يعني دلوقتي اللي حضر معي مبارح والنهاردة هل هيقدر يشتغل على الورد والباور بوينت والاكسل والاكسز اه. هيقدر يشتغل على الاربع برامج. هيقدر يشتغل على الاربع برامج بكل سهولة ان شاء الله. فبالتوفيق اليكم ان شاء الله وربنا يوفاكم بازن الله فيما هو قادم.